كان فيه كلام ان جميز طلب الرحيل وكلام من هذا القبيل جميز لم يطلب الرحيل من الناس مقربة منه جدا جميز سعيد جدا بوجوده في نادي الزمالك سعيد جدا بانطبعات طبعا سعيد جدا بانطبعات جمهور نادي الزمالك عنه وسعيد جدا جدا بلعبة الزمالك ومبسوط في مكانه وبيحترم تعاقده الممتد للموسم القادم وبالتالي ما فيش اي تفكير في رحيل جميز لا منه ولا من مجلس الادارة الزمالك كمان النهاردة تم قفل باب القيد اولا بارح تم قفل باب القيد نهائيا والاهلي ما جابش ولا لعيب والزمالك ما جابش ولا لعيب وهيؤجل هذا الملف ليناير القادم باذن الله ويعني الزمالك عنده فريق قوي دلوقتي فريق محترم الاهلي عنده بدل الواحد اتنين في كل مركز في يناير بعد لعب كم من المباريات سواء على مستوى الدوري اهلع او مستوى الافريقية هيكون زمالك عنده فرصة لجلب لعبين جدد والتفاهم مع سامسون اكينولا على الرحيل او كمان النادي الاهلي هيكون ايه الاماكن اللي محتاجها الفترة اللي جاية